وزارة الطاقة حيئة تنظيم خطاعة الطاقة وقبل منها سلطة المصادر وشركة البترول الوطنية والشركات اللي اجت نقبت وخسرت وصرفت مصاري على مدار سنوات طويلة وبالآخر النتيجة كان انه يوجد كميات ضئيلة لا يعتمد عليها ولا تصلح لذات جدوى اقتصادية هذه بشبهوها بزي الدمل بينفجر بطلع منه كمية بترول عالية في بدايته بعدين بدأ يتراجع زي ما صار في 2014 و 1989 الى اخري هذا التراجع طبيعي انه يصير في كل ابر البترول بعد فترة دائما بير البترول الممتاز بيطلع منه 50% و50% بيظل بيستعملوا له مواد كيموية وبخارما حتى يخف لزوجه ويطلعوا ثاني مرة احنا عنا بالاردن هاي الدراسات لو كانت دقيقة وسليمة ومضبوطة يا اخي وزارة الطاقة بتاخدها مع بوسة راس الحكومة اذا كان فيه مصداقية لهاي ليش ما تروح للحكومة ليه الحكومة ما تحكي فيها وان عملت دراسات وبيك يا احنا عنا مشكلة جيولوجيا الارض عنا غير مولدة للصخور للبترول عفوا الصخور اللي عنا غير غير انا بترغطع كلام غير علمي يا اخي ما بصرش اخي يا اخي حكي زي ما بنتك انت ولا كلمة حكاها الو اختصاص لدي يا سيدي الا بتحكي انت رأيك فيه الدكتور شبلي مخلوف عميد كلية الجيولوجيا بالاردن الجامعة الاردنية هذا كلامه مش كلامي انا كمان ادى هذا الزلم ابن انشكك في مصداقيته على الدنيا السلام معناته بطل حدا يفهم غير الاخ زهير طي لا ارجو انا بتكلم بتقارير الحكومة طيب تقارير الحكومة الاول شي ما بصير تكون عندك تاني اشي روح لك هذا روح على الحكومة امين انت تقلي ما فيش عندك يا اخي روح على الحكومة يعطيهم اياها طيب اسمح روح امجلس النواب يعطيهم هاي الدراسات كويت ياو سيدري اطاتهم طب ليش ما ردوا عليك روح هايهم بعرفوا المجلس النواب لين ما ردوا عليك والله روح اسألهم طيب يا دكتور لا لانه هم مقتنعين ولا حدا بمجلس النواب بيفهم بالبترول لا 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 ما حدا بيفهم بالبترول كلهم ناس محترمين وعندهم ما بيفهموش البترول يا اخي في ناس تخطصين في ناس في لجنة يا سيد محمد انا طبيعي بحالي على اشي فاضي يا دكتور الله يزعي على كلام زي هيت بيكلك عبار خمسين في المية مواد كيميائية طبعا هذا علم ونص انت ما مع انت انت نفسك كنت ما انت انت مشكلتك بفكر حالك بحتكر العلم انت خلطان لا انا محتكروا بالنسلة الى لك محتكروا انت اعترفت بانه ما عندك مجال في البترول اعترت بالدسانة دائما هاي اشتوانك انت تقلل من قيمة الضيف اللي موجودة امامك مش تقلل قيمي يا اخي انت تكلم عن علم يا سيد محمد دكتور الجيولوجيون في الاردن اتفقوا ان البيئة الصخرية الاردنية ليست بيئة هو بقول تشيها مولد يا ذا هو عادت شو المولد انت اليوم جاوبني خليك بصلب موضوعك ويحكي عن الموضوعك مش هانت اللي خليك بصلب الموضوع انت انت انا بسألك سؤال هاي المستندات انا مستندات الحقيقية دقيقة روح على وزارة الطاقة روح على البرلمان انا الان بهذه الحلقة احترم الاستاذ محمد فيها رايح بس اجاوب الاستاذ محمد ما راح اناك شك لانه انت في واد